ازايكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا مواريد برج التور مواريد برج التور النهاردة ان شاء الله اه القرية اللي عطفية اه حنشوف اه احوالك احوال شريكك اه اطلقات بتاعتكم ايه بسم الله برج التور ما تنسوش حبايبي لو كنتوا حد جديد اه اشتركوا في الكناة وفعلوا زر الجراز علشان يوصل لكم كل جديد و اه ما تنسوش اضغطوا لايك على الفيديو والله بينا بسم الله نبدأ نشوف نسحب اول كارت لطاكت مواريد برج التور وتاني كارت لطاكت شريك مواريد برج التور خيال نسحب اول كارت لك انت ونشوف احوالك ايه بسم الله طاكت برج التور اللي عطفية برج التور شايفك يا برج التور في طاقة منطقات اللمعان والبريق وشايفك كده حاجة لمعة في حاجة معينة اه اه حصلت لبرج التور او برج التور عارف امته الحقيقية اه او انت عرفت ايمة شخص اه قدامك اه كنت بعيد عنه او هو قدامك وانت ما كنتش عارف اه هو الشخص ده ايه او ما كنتش عارف عنه تفاصيل ولكن اه شايفة برج التور في طاقة من اللمعان والبريق واكتشاف الحقيق المخفية اه كمان اه شايفك اه بتبص الورا بتبص على القناع اللي كان محتوط على وجوه شخصي حواليك بتبص على جوهر شخص ما كنتش تعرف عنه حاجة مين الشخص ده و بيفكر في ايه شايفك بتبص اللي ورا اللمعان انت شايف هنا الدهب وشايف اللمعة شايفين هنا فيه ماسك دهبي شايفك بتبص اللي ورا الماسك ايه اللي ورا اللمعان و ايه اللي ورا الكلام الحلو و ايه اللي ورا الحاجات المعصورة دي شايفك كده اه بتحس بكل حاجة حواليك عندك توهج داخلي كأنه بتستخدم عيون قلبك عارف يعني ايه عيون قلبك يعني بتكتشف كل حاجة بتشغل احاسيسك ومشعرك بتبعد عنك اي حاجة فيها حيلة وبتحول تبص على الحاجة الاصلية اللمعانة الاصلي كأنه مش غرك اللمعان في الاشخاص اللي قدامك انت بتعرف ايه اللي ورا اللمعان ده ايه الحقيقة اللي ورا كل ده شايفك مش بتتخم او بتتغر بالحاجة اللي قدامك لا انت بتدور بتبحس ودي حاجة حلوة قوي فيك يا موليد برج التور يعني انت بتدور ايه اللي بعد كده كأنك تعلمت درس من الدروس اللي فاتت فمركز بقى في الجديد ايه الورا اللي معان ده طيب حنشوف دي الطاقة اللي انت فيها حاليا تعال نشوف الطاقة اللي شريكك فيها وليه ظهر لنا الكارت ده كده طاقة شريك برج التور بسم الله طاقة شريك برج التور انا نسحب كارت كده هابي هابي ده الشخص ده فاتاقة من السعادة والفرح ومنطلق وسعيد جدا فاتاقة من طاقة السعادة وكأن في حاجة حصلة عند الشخص ده اه مفرحة قوي كده ومخلية في طاقة الهابي هابي او السعادة السعادة والشخص ده مبسوط وفرحان في حاجة مفرحة قلبه ومخلية اه يعني شايف كده اوب يرقص بليه من الكتر الفرح حاسس بنوفي انجاز معين حصل في حياته حاسس كل حاجة حلوة وعلم ما يرام اه الشخص ده حاسس معاك بالرضا وقلبه مفتوح على الاخر وعايز اه يحب ويتحب وكمان اه شايف الشخص ده اه عايز يشارك سعادته معاك عايز يقولك انه هو فرحان وانه هو سعيد وانه هو حاسس بالرضا كمان اه مستمتع قوي وبيدور كمان كأنه بيدور على حاجة سعيده اكتر وشايفه بيجذب السعادة لنفسه زي النحل كده لما بينجذب لل يعني زي النحل والعسل فاهمين زي النحل والعسل لما النحل بينجذب للعسل فشايفه هنا بيجذب لنفسه السعادة وفرحان جدا وكأنه راجع ان علاقته معاك فعشان كده انت في الطاقة دي انت بتقول ايه اللي خلاه فجأة كده حسس بالسعادة والراحة ايه اللي ورا كده ايه اللي ورا السعادة بتاعته ايه اللي ورا المحبة المفاجأة والرضا والحب اللي هو فيه. اه ايه اللي مخليه حاسس بكده? طيب. تعالوا نشوف الكروت بقى. ونشوف ايه اللي مخلي الشخص ده هابي هابي كده في الطاقة دي. ومخليك انت كمان عمال بتفكر. ايه اللي ورا ساعدته? كأنك مش مصدق يعني. يا برج التور. برج التور انت اصلا انت زكي جدا وشكاك. وده برضو بيخليك تفكر اه اكتر اه في سعادة اللي قدامك. اه ليه كده السعادة المفاجأة دي. وده طبعا عندك حق يعني. تعالوا كده نشوف. برج التور انا شايفة في حد عند برج التور عندك هنا لقيسه في كبه اهو في حد عايز يقدم لك هدية احداثك العاطفية بتبقى احسن لو متزوجة فيكون عندك حمل او ولادة بالنسبة للعزاب او المنفصلين فانا شايفة في حد عايز يرجع لمواليد برج التور او في حد وقع في حب مواليد برج التور لان البطاقة دي بتقولي انه في حد وقع في حب مواليد برج التور وفي الحد ده هيكون حد جديد يعني العلاقة اللي قدامي دي علاقة جديدة عند البعض منكم والعلاقة دي هتكون مهمة قوي بالنسبة لك في حد بيحبك حد عايز يجي يقدم لك الدعم حد عايز يقدم لك مشاعر ايجابية علاقة فيها ابداع علاقة فيها نمو وازدهار ده مصروع حب جديد انا شايفة في حد هيدخل حياة مواليد برج التور الحد ده هيكون جديد والحد ده هيديك اهتمام وانت هتكون فرحان بوجوده في حياتك والحد ده او الشخص ده هيكون جاي ناوي على ايه عندك هنا توقيت الفورف الشخص ده هيكون جاي ناوي على ارتباط رسمي خطوبة زواج ولكن المهم انه هو ارتباط رسمي وشايفة الشخص ده يعني بيديك مشاعر بيديك محبة الشخص ده هيكون ساعد بوجودك في حياته يا برج التور وهيكون حاسس بالنجاح انه هو قدر يحصل عليك انه هو قدر يكون معيك وبرضو الكارت ده برضو بيقولي انه ده حد جديد الفورفونس برضو بيقولي انه في حد جديد بيدخل حياة برج التور وحيفتح لك قلبه هيعبر لك عن المحبة وعن المواد ده وانا شايفة في حفلة خطوبة ان شاء الله عند موليد البعض من موليد برج التور وشايفة في يعني محبة ومودة من الشخص ده ليك كمان خليني اقول لبرج التور انه انا شايفة انه ممكن تكون انت والشخص ده يعني انت في بلد او هو في بلد تانية شايفة في سكت الصفار عند البعض منكم وكأنكم مش موجودين في نفس البلد او في نفس المكان ولكن برضو بيقولي برضو هنا انه في شراكة جديدة يبدو كده برج التور انه مع العلاقة القديمة اللي في حياتك او بعد الانفصال انت انفصلته انه في حد جديد هدخل حياتك ولسه هنتكلم بالتفصيل في حد جديد برضو ده الكارت التالت اللي بيقول لي في شريك جديد او حب جديد هيدخل حيات موليد برج التور وبردو الشخص ده ممكن بقى تقابله فين في شغل او اه في مكان عمل عموما والشخص ده اه برضو ممكن اه يكون صديق او تقابله عن طريق صديق وانت هتحس وقتها ان انت منجذب برضو للشخص ده وهيكون في تواصل حلو بينك وانتو اللي اتنين يعني انت والشخص ده هتكونوا منجذبين لبعض وهيكون في تواصل برج التور انا شايفك بقى لك فترة وحيد وخايف تدخل في علاقات بس ان شاء الله في علاقة حلوة هتدخل حياتك والعلاقة دي هتكون جديدة وهتكون حاسس فيها كمان بالسعادة طيب دي بالنسبة للعزاب بقى العلاقات الجديدة اللي دخلها حياة العزاب ان شاء الله كل اللي احنا قلناه ده خاص بالعزاب والمنفصلين برضو جالهم حد جديد تعالوا نشوف الحد القديم اللي كان في حياة برج التور ومخلي برج التور كده ايه خايف من الراجع ليه طيب برج التور خليني الاول اقول لكم الابراج علشان قبل ما انسى عندك برج الدلو الشخص او الشريك ممكن يكون منهم عندك برج الدلو السرطان العقرب الاسد العزراء ايه تاني الحوت الحمل ايه تاني من الابراج اللي قدامي هنا اه برج السرطان برج العقرب تاني برج اه الحوت تاني طيب خلينا هنا يا برج التور اه نشوف انت اه سبت الشخص ده ليه اه اولا كده انا شايفة انه اه اه الشخص ده كان فيه في حياته حد تاني وسابك علشان خاطر الحد التاني ده مع فلوس الحد التاني ده كان مع فلوس مع مراس وارس وارس الشخص التاني اللي هو سابك علشانه فكر بعقله وساب قلبه الشخص ده رجب ان هو بيحبك ولكن سابك وتخلى عنك وراح لحد معاه فلوس وارس وارس مهم انه معا مال والشخص ده مش جديد في حياته والشخص ده قديم الشخص ده كمان ممكن يكون قبلك يعني انت اللي ممكن تكون طرف تالت او انت الجديد ممكن انا بقول ممكن خدوا بالك عشان اتقاط كتير هنا والقرية عامة فاخد اتقاط بتاعتك طيب الشخص ده سبك بسبب طرف تالت الطرف التالت ده زي ما قلنا زوجة زوج حبيب حبيبة اخت او اخ او عيلة كانت رفضة الزواج منكم مش شرط يكون حبيب ممكن يكون حد من العيلة عند الطرف التاني فالشخص ده سبك علشان المادة وعلى ما يبدو كده ان هو كان مادة قوي وبيفكر يعني ان هو يكون مع الاغنى والشخص ده مش ساهل على فكرة برج الطور اللي انت ارتبطت به كان بيفكر في المادة كتير وكان كأنه عيز يأمن مستقبله وعلى فكرة الشخص ده ممكن يكون متزوج وعنده اولاد متزوج وعنده اولاد كمان الشخص ده بعد ما عشمك بالحب والحياة اكتشفت ان كل ده وهم خد فيه مشاكل تانية مستخبية تحت كل الكلام ده عيشك في ازمة نفسية خلى نفسيتك تعبت كأنه كان مستوج عاطفيا او مضطرب عاطفيا بصد كده كانت الزمون الزمون ده في حد وقع بينك وبين الشخص ده وكمان الشخص ده كان بيقول لك كلام وانت في الاخر اكتشفت ان الكلام ده كله اوهام فخليك عيش مع نفسك في صراع داخلي ما بين قلبك وما بين عقلك رغم ان انت كل المعاملة اللي كانت مع الشخص ده محبة ومودة ومعزة وما كنتش في دماغك انه ممكن الشخص ده يعمل كده خليك عيش في صراع وخليك عيش متدايق عيشت في ازمة عاطفية وعلى ما يبدو ان انت لسه مازلت موجود في الازمة العاطفية دي وخلي حواليك مخاوف كثيرة وكل حاجة حواليك ما كنتش شايفة حقيقة خليك عيشت في صراع وحتى مش عارف تاخد كرار بحكمة كمان انتبه يا برج التور ممكن تجيك رؤية او حلم او حاجة توجهك او تنبهك لحاجة معينة كمان الشخص ده خلى ان انت املك خاد فيه ما بقاش عندك ثقة من ناحيته ما فيش ثقة وبالتالي منتش عارف تاخد كرار في العلاقة دي انت اكتشفت ان هو متمسك بالطرف التالي اللي هو الطرف التالي ما كملش معاك بسبب كده ولكن حصل عند برج التور حاجة او هيحصل عند برج التور حاجة هتخلي بصوا كده عجلة الحظ هتخلي الشخص ده يرجع هيرجع عشان فيه حاجة حصلت عندك هيرجع يهتم بيك هيرجع يهتم بحبك هيرجع عايز العلاقة تاني من اول وجديد عايز ينجح العلاقة اللي بينك وبينه او اللي كانت بينك وبينه ولو كان فعلا عايزك هيصمد وهيكمل معاك حتى لو انت قلت له لا او انا مش هكمل وابعد عني ولو كانت العلاقة كده مهزوزة فمن اول كلمتين هتقول له لا مش هرجع فهتلاقيه ماشي فانا هتعرف تحدد ان كان الشخص ده فعلا يستقل ان انت تكون معا ولا لا انت عاجة الحظ عندك هتتحكلك يا برج التور الامور عندك هتبقى لاحسن في حاجة ربنا هيكرمك او هيعوضك بيها هتخلي الشخص ده يرجع هيرجع عشان في حاجة حصلت في حياتك ورست فلوس بقى مسكت منصب كبير اكتشف ان انت تظلامت كلام اتقال عليك في ظهرك هو صدقه عند البعض فيه كلام اتقال في ظهرك من طرف تالت كلام دخل في الصمعة وكلام دخل في الشرف وكلام دخل في حاجات كتير عليك والشخص ده كان ساكت كان ساكت وكأنه يعني ما تكلمش ولا اخد حق ولا اخد رد ولكن في حاجة ربنا هيبعتها لك هتنصرك على الشخص ده في رد عليه من ربنا في رد عليه من ربنا العلاقة دي كانت خلاص ماتت بصوا كده يعني كانت الموت كانت خلاص انتهت بقى لكم فترة فيه ناس يعني بقى لكم فترة كبيرة منفصلين ولكن العلاقة هترجع تاني في الوقت اللي ربنا هيشاء بي او يعني هيكون ربنا محدده العلاقة دي هترجع تاني وهترجع بقى اقوى من الاول هيرجع يعتذر وهيرجع يقول لك انا اسف وانا حصل مني واحد اتنين ثلاثة كمان انت في حاجة حصلت عندك او هتحصل عندك برج التور هتخليك زا ستار بصوا كده كارت النجم ده زا ستار كأنك اتشهرت او هتشتهر في حاجة حلوة حصلت عندك برضو على فكرة دي يعني الاراية التانية على التوالي ان انا اشوف ان في حاجة حلوة عند برج التور بتحصل له حاجة ايجابية بتحقق حلم بتوصل لمنصب معين اه بتحصل على فلوس بتحصل على مراست في حاجة هتخلي الشخص ده يرجع يفكر فيك تاني خد بالك الشخص ده برضو مادة فانت لما تحصل عندك حاجة كويسة اه هتلاقيه هو عايز يرجع يرجع يغير عليك تاني لا دي الحاجة دي بتاعتي فاعيز يرجع يبدأ بداية جديدة معاك بعد الحاجة الكويسة اللي هي اه يعني هتظهر في حياتك وانت عليك بقى ان انت تشوف نفسك هتكمل ولا هتابعاك فيه امل في العلاقة دي ترجع تاني اه كمان اه الشخص ده شايفك نجمة شايفك نجمة سواء انت ست او راجل اللي بيسمعني اه عايز يرجع يعبر عن حبه وشاركة كالحب تاني ندمان ندمان على الفرق وعلى فكرة بقى الشخص ده يعني هو بعد ما سابك وراح للشخص اللي كان معاه فلوس ده سابه هو كمان وقعد لوحد ليه بقى لان انا شايفة هنا انه اه كان مقدر ان انتوا تسيبوا بعض والشخص ده كأنه توقم روحك عايز يرجع تاني وهيرجع هيرجع كأنه فيه علاقة كدرية مقدرة بينك وبين الشخص ده فيها رجوع علاقة فيها رجوع فيها امل جديد فيها حياة جديدة كمان عندك كارت الزصان كارت الشمس الزصان علاقة بتبدأ من اول وجديد بترجع عندك امور تتحسن والشخص ده يبقى عايز يرجع يظهر الامور كأنها يعني كأنه لسه بيعرفك من اول وجديد هو عايزك تنسى انه هو مادي او انه هو راح لحد معه فلوس او تنسى انه اتعامل معاك بطريقة وحشة تنسى انه لما انت اتظلامت هو مردش ومخلكش رد انا من جواي مش عاجبني الشخص ده بصراحة انه هو راجع عشان بس انت بقى عندك حاجة كويسة طب هو انت كنت فين قبل كده ولكن انا شايفاه راجع راجع يعني مش راجع كلامه بس راجع من قلبه فاذا كنت هتقدر تسامح وترجع تكمل مع الشخص ده فارجع يا برج التور ارجع بالشروطك ارجع بالحدود اللي انت هتعملها لنفسك على فكرة بقاله فترة وحيد الشخص ده ومفيش حد في حياته وبرج التور نفس الحكاية شايفه برج التور بياخد وقت بيختار صح بيحدد العلاقات اللي هو عايز يبقى فيها وبعد البعد اللي سابهولك ده يعني هو كمان سابق على الفاضي يعني هو ياريت وكمان انه هو مثلا سابق وبقى مع حد لا هو سابق وقاعد بيفكر بصوا كده الافكار والمشاعر بصوا كده الفور في كف قاعد يسترجع كل الذكريات القديمة وبيندب حظه زي ما بنقول وبيندم شد الندم على انه سابق في يوم من الايام وانه بيقول انه انت شايفه خاين وغدار وان انت شفته انه غدر بيك وغدر بالعشرة والعشرة والملح والوقت الكتير اللي انتوا قدتوه مع بعض فعمل ايه بقى رامي نفسه في الشغل بقى بيتعلم اي حاجة بيدرس اي حاجة جديدة رامي نفسه ورامي وقته كله في الشغل ولكن عايش في قلق وملل طاقة كبيرة من القلق والملل انا شايف الشخص ده فيها وقاعد كده بيفتكر خط الامل اللي هو فيها ويفتكر انه هو في الماضي اذاك نفسيا وعرضك للازن نفسي وبيفتكر انه انت مش هيبقى عندك ثقة فيه تاني وقاعد بيحط اللوم دلوقتي على كل حاجة هو عملها بس هو مستعد دلوقتي انه ينفتح عاطفيا مستعد انه يرجع ومستعد انه يكلمك ويعالج الامور اللي هو بوازها في الماضي كمان هو عايش وحيد من غيرك فعلاقة من الملل والقلق وعدم الراحة والامور معاه مش مزبوطة كل ما يفتكر انه هيبقى معاك بيحس بالسعادة كل ما يفتكر انه انت ممكن لوهلة تكون صالحته بيفرح طبعا هو عايش كل ده مع نفسه عمالة دماغه تتجيب وتودي ولكن انا شايفه برضو حتى المنفصلين في قصة حب جديدة او قصة حب راجع من الماضي هتتفتح تاني يعني هو راجع تاني حبك تاني من اول وجديد خلاص انتهى وقت الانتظار مش هتستنى تاني يا برج التور لامور الرابط وقريب جدا هترتبط ان شاء الله بالشخص اللي انت نفسك فيه وهتعيش الحقيقات كاملة هتعرف الصح من الغلط وهتعرف تختار ازاي صح المرة دي بقى انت في الاختيار شايفه برج التور بيفكر بقلبه وبعقله وبيسأل للناس حواليه شايفه كده بتاخد قراء كل اللي حواليه كمان فارس الكؤوس هنا بيقول انه فيه وقت حل وعاطفي وفيه حب جديد ومش واحد بقى يعني الكارتة ده بيقول انه فيه اكتر من واحد او اكتر من حب هيدخل حياة مواليد برج التور وهتبقى مستمتع بالرومانسية ومع الشريك اللي انت هترتبط به الشخص ده زي ما قلت لكم ممكن تقابلوه عن طريق حد من الاصدفاء وممكن تقابلوه في الشغل بس الشخص ده هيكون حد مثالي وهيكون حد حساس جدا وحد رومانسي و انت نفسك هتستريح له ولكن خليك حذر شايف هنا الحصان بيخطو بحذر فاختي كل خطو بحذر ممكن الشخص ده يعني يحاول يعبر لك عن حبه بس يكون فيه صعوبة شوية وممكن الشخص ده يظهر انه شهم وشجاع وكل حاجة حلوة وهو مش كده خالص عشان كده بقولك خليك حذر افهم اللي قدامك الاول لان انا شايف قدامك اكتر من حد قدامك اكتر من علاق يا برج التور في الفترة دي خليك افهم الدنيا كويس قوي و حاول تشوف الكلام منطبق مع الافعال يعني يقولك بحبك طب ايه اللي هيعمله عشان يسبتلك حبه فما تنجرفش بعيد واخته بحذر و خليك المرات دي بقى ناصح كده وزكي وما تخليش حد يضحك عليك العادة يا برج التور انت اصلا معروف بذكائك بس مشكلتك ان انت قلبك طيب جدا وده بيسبب لك مشكلة ان انت بتقع في المحذور من غير ما تعرف من الشخص لقدامك ده حلو ولا وحش طيب ايه تاني عن حياتنا العاطفية برج التور شايفة برج التور في مقزك وعمال بيفكر في الموضوع الخاص بالعاطفة وشايفك مش مستريح وكأنك وصلت لطريق مسدود وكأنك محتاج ان انت تاخد راحة او هدنة قبل ما تدخل في اي علاقة جديدة ولكن شايفة برج التور مش واخد اي اجراء في حياته بيقول تتعلي لا يا برج التور اخرج من انت في انت يا ربنا هيبعت لك ناس كويسة تعرفك وتفهمك وتقدرك على فكرة الشخص ده برضو حاسس بحزن وحاسس بألم من بعد فريقك اه يعني من يعني عنده معاناة وعنده ألم والدنيا مغيمة كده حواليه وحاسس ان هو خانك وهو بيقول ان انت شايفه خاين وشايفه ان هو ما عندوش ولق في الحب فكل ده هو شيء الهمه ومحتوط في ضغط علشان مش عارف يرجع تاني يصلح ازاي وانت شايفه بالطريقة دي كمان اه الشخص ده حاسس ان هو خسرك عندك هنا بصو كده حاسس بخسارة وقلم وندم من بعد فرائك هو خسرك فعلا وحصل عنده الشخص ده على فكرة فيه منهم متزوج ومعه بيته اولاد وفيه منهم متزوج ومعه بيته اولاد وحصلت مشكلة مع العيلة لان العيلة عارفة بالعلاقة او عارفة ان هو بيحبك وعايز تجاوزك فحصلت عنده خلافات اثارية وحصلت عنده نزاعات كتيرة في العيلة تابع الموضوع ده وهو دوقتي عايش وتوتر وعايش في صراع وعنده ضغوط كتيرة بيمر بيها ولكن رغم الصراع اللي هو فيه اللي انه عنده شوية امل انه الامور ترجع تتصلح وترجع تبقى احسن مما كانت عنده امل ان الدنيا تبقى على ما يرام معاك وانه يوم ما هيرجع الامور هتتحسن والدنيا هتتحل يعني كل اللي لما يفكر بيفكر يعني ليه ولأ ما يكونش فيه شوية امل انه يرجع لك طيب الشخص ده عنده توتر في الحقيقة يعني الشخص ده برضه ممكن يكون تور او جوزاء الشخص ده عنده توتر جامد اوي وعنده صراع جامد اوي الفترة دي ومستني او كأن في عصفة هتدخل على حياته هتتخلي الحقيق هتظهر فجأة وهتنكشف حاجات كتيرة هتخليه هو في صراع الحاجات دي هيكشف ان انت تظلامت هيكشف ان اتقال عليك كلام غلط هو صدق ازاي انه صدق وهيفضل يندم في نفسه اه عنده توتر برضو في العيلة والدنيا عنده برضو مش مظبوطة سواء بقى مع امراته دي او مع شركته او حبيبته او مع العيلة ولكن في مشكلة يعني حصلة بسبب عيلاته عاطفية وهو ما عنده صبر انه يستنى ويرافع سيفه اهو زي ما احنا شايفين وينا في الكارتة ده وبيتحرك وشايفه كمان هيكون حازم المرة دي وهياخد قرار بجد مستعد انه يقاتل في المعركة عشان يوصل لك يا برج التور اه ولكن الحتة السلبية في الشخص ده انه رغم انه اه بينجارف وبيتعصب وعايز يعني يرجع وكل حاجة اللي انه غالبا بيحس بالملل بسرعة بييقس بسرعة هو عايز يمشي لقدام وعايز يرجعلك تاني وعايز يكمل لكن اه ساعات كده ما بيتحملش المسئولات انه ييجي يصلحك ما عندهش حتة قلية دي في الصلح هيصلحك وممكن ايه انا شايفة هنا علاقات كتيرة وشايفة انه اه الشخص ده ساعات يعني ما بياخدش كرار في حاجة معينة يعني يقول اه بس بيجي ساعات عند الفعل اه بيحبط بسرعة والامور معاه مش بتمشي على ما يرام ولكن هو شايف اه برج التور برضو الشخص ده ممكن يكون عزرق او ميزين هو شايف انه برج التور قاطع جدا وشايف انه برج التور بياخد كرار بيبقى فعلا قده وشايفك طموح جدا وبتتقدم في حياتك بسرعة وزي ما قلتلك في حاجة حلوة حصلت في حياتك ما خليه عايز يرجع تاني رغم العكبات اللي بتواجهك وانت قوي وبتعديها فهو يعني بيقولي ازاي انت كده والشخص ده عايز يجي كافأك او يقدم لك حاجة اعتذار عايز يقولك سامحني الشمس بتسرق تاني على حياة برج التور وشايفة برج التور اموره العاطفية هترجع تاني تبقى احسن من الاول وربنا هيعوض على برج التور بالخير وشايفة كمان انه العلاقة العاطفية بتاعت برج التور هيبدأ يهدأ يعني شايفة برج التور هيبدأ يهدأ لما يلاقي في حد دخل حياته والحد ده فعلا يستاهل برج التور وبرج التور شايفك بتتعامل بحكمة والشخص ده خلاص عارف امتك صحيح حصلت صراعات كتيرة وفي ناس منك مستنية بقلها كتير جدا وفي امور ما كانتش على ما يرام الا اني شايفة خلاص المأزق ده بينتهي والامور دي بتنتهي والشمس ترجع تشرك على حياتك من تاني وعندك بدايات جديدة يا برج التور وامورك هتبقى احسن من الاول مئة مرة عندك نجاح وعندك انجاز وعندك ايجابية انا بحب اقوي كارت الشمس ده بيبشر دايما بالخير وعندك اخبار حلوة ان شاء الله هتسمح عن العلاقة العاطفية بتاعتك شراكات بتزدهر علاقات هتبقى في النور شايفة برج التور بقى بياخد بعضه بيبعد عن الضغوطات وشايفة رجوع مؤكد ان شاء الله لبعض من موليد برج التور خدينا انا اخذ لك كده قروض جزيرة الحظ ونشوف بسم الله هتقول لنا ايه بس يا برج التور عندك الميرور انتو اللي اتنين كل واحد بيهكس علاقته في التاني يعني انتو اللي اتنين بتعكسوا بعض كل واحد شايف نفسه في التاني الجروح الانتباع المحبة انتو اللي اتنين شايفين في بعض انت شايف انه هو بيجرحك وهو شايف ان انت بتجرحه انت شايف ان هو زلمك وهو شايف ان هو تظلم ان انت زلمته يعني كل واحد انت شايف ان انت مجلوم وهو شايف ان هو مجلوم فكل واحد فيكو عنده نفس الاحساس اه بتجاه العلاقة العطفية طب ايه اللي جاي بعد كده انا شايفة انه الامور هتبقى اه احسن هتقدروا تتعدوا الازمة وتقدروا تتجاوزوا كل العكبات تعلمتوا من اللي فات هتدخلوا مرحلة جديدة هتكونوا فيها متحدين قوي مع بعض هتكونوا اه بتدفعوا عن بعض هتكونوا بتصكوا في بعض رغم كل المشاكل وكل الخلافات اللي كانت يعني بتبوء بالفشل في المرحلة اللي فاتت بس انا شايفة الامور بتاعتك بتبدأ تزبط وشايفة فيه لقاء قريب ان شاء الله وكلام بينك وبين الشخص ده وشايفة انكم هتبدأوا ترتاحوا اه لبعض وهتبدأ الامور تبقى احسن وفيه لقاء فيه محادسة تشربوا القهوة هم مع بعض وبالنسبة للناس اللي مفيش حد في حياتها فهيدخل حد حياتكم انتوا هتكونوا بترتاحوا له برضو الشخص ده ممكن يكون صديق او يكون عن طريق صديق هيدخل حيات موليد برج طيب خلينا ناخد كروت الملايكة بسم الله نسأل كده طيب بتسأل عالشخص ده لو بتسأل عنه الشخص ده راجع ولا مش راجع فانا حبه اقولك انه ياس الاجابة هي ياس الشخص ده راجع ان شاء الله وراجع يعوض موليد برج الطور عن كل الايام اللي فاتت واللي كان برج الطور متضايق فيها وكنت حاسس بالظلم وكنت حاسس بالقهر وربنا يعوض عليك سواء بالشخص القديم اللي راجع ده او بحد جديد تاني هيدخل حياتك لان انا شايفة فيه اكتر من حد ان شاء الله فيه ناس دخلها حياة العزاب وفيه ناس راجع للمنفصلين وكمان للمنفصلين فيه حد تاني هيدخل يعني الشخص القديم راجع وفيه حد جديد هيدخل حياتك طيب اه تعمل ايه انت يا برج الطور اعمل بقى ردة فعل خد ردة فعل ده وقت ان انت تاخد فيه اجراء معين تاخد خطوة اه تبدأ تحط رجلك على طريق احلامك اتخلص من ان انا هعمل وان انا هعمل اه اعمل الحاجة اللي انت عايزها سواء بقى اه تكمل في علاقة معينة او اه تكمل في شغل معين او في حاجة معينة المهم ان انت لازم تاخد خطوة ومش اي خطوة تاخدها والسلام لا اه تاخد خطوة تكون اه مدروسة وتركز في العلاقة بتاعة الشخص اللي هيدخل حياتك وتشوف هو فعلا لا يستحق تكمل معه ولا لا وخليك واصل انه ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك انت هنا لو بتسأل اه عايز اجابة لسؤالك اه فبردو الاجابة اه نعم الكارتة ده بيقولك الامور هتمشي بشكل احسن وهيحصل حاجات انت كان نفسك تحصل وهتحصل قدام عينك وكأنها مواجزة من ربنا انت لو مكنتش متوقع ان الرجل ده ممكن يرجع حياتك او الشخص ده او الشخصية دي ترجع حياتك فهترجع بازن من ربنا وهتفرح وهتكون في مفاجآت حلوة في حياتك فسك انه ربنا شايل لك حاجة حلوة وفي اخبار حلوة ان شاء الله هتجي لك عن العلاقة العاطفية دي وحاجة هتخليك مفصوط وسعيد وفرحان وان شاء الله ربنا يعود عليكم يا برج التور برج التور دي كانت قراتكم اتمنى يا رب تكون قرية عجبتكم وما تنسوش حبيبي تضغطوا لايك وشير واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد واشوفكم الفوديو جديد يا برج التور